وتعد الصحافة البحرينية أحد أهم ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة وذلك لدورها في الارتقاء بالمجتمع والنهوض بثقافته وقيمه فقد أكد جلالة العهل المفدة في مضمون كلماته السامية بمناسبة يوم الصحافة البحرينية حرصه منذ تنشين مثاق العمل الوطني وإجراء التعديلات الدستورية على ترسيخ مبارئ الشفافية وتهيئة الأجواء التشريعية أمام ممارسة الصحافة الحرة هي القلب النابض للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة بل أنها تعبر عن نهجه السياسي الثابت ورؤيته الوعية لأهمية دور السلطة الرابعة في الارتقاء بالمجتمع والنهوض بثقافته وقيمه فمنذ بزوغ فجر الإصلاح والتحديث اتخذت الصحافة البحرينية نهجاً بني على تكريس الحريات وفقاً لقواعد راسخة بحسب الدستور وميثاق العمل الوطني الذي كفل حرية الكلمة التعبير الحر عن الرأي هو المبدأ الراسخ الذي تجلى منذ انطلاق المشروع الإصلاحي قبل نحو عقد من الزمان باعتبار حرية الصحافة حقاً أساسياً من حقوق الإنسان ومن أهم ركائز التجربة الديمقراطية الحيوية في مملكة البحرين وقد أبرز جلالة العاهل المفدة هذه المعاني الواضحة في ثانية كلماته بمناسبة هذا اليوم خصوصاً عندما استذكرت تاريخ العريق لصحافة الوطنية وإسهامات الرواد الأوائل في تطوير الحركة الإعلامية والثقافية والفكرية وهي التجربة التي بلا شك كان لها إسهامها الواضح في تحقيق ما تصب إليه البحرين من تقدم ونهوض شمل جميع المجالات خاصة أن المملكة يتوفر بها الإطار التشريعي الضامن لحرية إصدار الصحف والمطبوعات وتدولها وأمن وسلامة الصحفيين وحظر إهانتهم أو التعدي عليهم المسيرة الإعلامية البحرينية يحق لها أن تفخر بما حققته وقدمته أمام العالم أجمع وفقا لتطور تجربتها التنموية وبما يتوافق مع مكتسباتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولعل من بين هذه الأركان الأساسية التي جاهدت البحرين في إرسائها وحماية دعائمها خاصة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي ما أشار إليه العاهل المفدة في مضمون كلمته السامية حيث أكد حرصه منذ تدشين ميثاق العمل الوطني وإجراء التعديلات الدستورية على ترسيخ مبادئ الشفافية وتهيئة الأجواء التشريعية أمام ممارسة الصحافة الحرة بتعددية وبأمان واستقلالية ونزاهة وصدق وموضوعية وبلا أي حدود سوى مراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين وثوابته الدينية والحضارية وأداب المهنة وأخلاقياتها وبعد هذه التجربة الثرية للصحافة البحرينية يعاول الوطن اليوم على الجسم الصحفي من أجل خوض غمار المرحلة القادمة بكل همة واقتدار والمضي قدما في بخطته المملكة لنفسها بعيدا عن كل أشكال التمييز أو الطائفية التي لطالما ردعتها الأقلام الوطنية الصادقة سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر